خلوني أنطلق بكم إلى موضوع تاني دايماً اللي بيعضي خوف الناس في حين أن الأمور ماشية زي الفل وماشية بثلاثة موضوع امتحانات السنوية العامة وأنا دايماً أقعد أتكلم معاك وقالعك يا جماعة امتحان السنوية العامة ده امتحان زي كل امتحانات أنا هقول لك لدايماً حتى بقوله الأولاد يعني هو ده مش يوم الحساب لأنت دخل الجنة ولأنت دخل النار ده امتحان بنقيس بيه قدرتك على التحصيل والاستيعاب على مدار العام تحمل مسئوليته ده كل اللي نقدر أقوله أنا أقول كده لأولادي والله تحمل المسئولية هي دي مسألة تعرف لو كل واحد فينا تعلم يا تحمل المسئولية بلد دي تعدي تروح لحد فين يا دين النبي تحمل المسئولية زاكر بالمظبوط يعني اتزاكر بالمظبوط يعني نظم وقتي بالمظبوط أحضر حصصيك كنت في المدرسة بالمظبوط أذاكر بضمير ما عودش أهزر وألعب وبتاع وبعث الأخير خالص أقوله أصل الامتحان جي صعب إيه لخي إيه لخي إيه لخي من الحاجات اللي بيقولها الأبهات دي وأنا عارف إنه إحنا طلب صغيرين مكناش بوده بنقتنع بالكلام ده قوي بس بالوقت بكتشف إنه والله كان عمي عندها حق نظم وقتك ركز في مزاكرتك احضر حصصك كويس اسأل المدرس بتاع قدر الإمكان دي يجي تقول يوسف دي نصايح بقى أقولها إن شاء الله للسنة الجاية العام الدراس الجاي طيب أنا هنصحك وإنت داخل الامتحان ابتعد عن التوتر أنا ما بقولكش حضرتك ما تفتحش ورقة قبل الامتحان عم عايز تفتح يفتح مش دي القص من غير توتر اللي زاكر زاكر خش وإنت هادي اللي امتحان مش معمول علشان خطر تتعذب صدقني اللي امتحان دايما بيجي لطيف يعني لا هو صعب قوي ولا هو سهل سهولة غير عادية امتحان بيجي لطيف امتحان وبالمناسبة اعرف كويس قوي إنه لو الدولة عملت امتحانات أو الوزارة عملت امتحانات سهلة جدا ده غلط غلط كبير لأنه ده معناها إن سيادتك هتخش الجامعة أبيض مش فاهم حاجة فأنت دخلت امتحان كلش كان فجبت درجات عالية جدا فروح تداخل كلية أنا آسف لا تستحقها فلما تخش كلية لا تستحقها هتبقى طالب تعبان في كلية إنه كلية مش هيبقى فيها هزار النهاردة كان بداية الامتحانات بقى وبالمناسبة امتحانات يعني طبقا لللي احنا شفنا ما كانتش صعبة يعني النهاردة طلاب العلمي والأدبي كان عندهم امتحانين سهلين امتحان التربية الدينية وامتحان التربية الوطنية تجي تقولي سهلين لي اقولك هو فيه في الدنيا أسهل من امتحان التربية الدينية وامتحان التربية الوطنية أصدقى حاجتين المفترض إنهم مستقرين في داخلك وازعك الديني وفهمك ليه وفهمك للعقيدة وأتمنى دايما إن احنا ندرس العقيدة في مناهجنا أكتر من درس الحفظ في امتحانات الدين للتنين مسلم ومسيحي اللتنين أتمنى إن اللي يدرس الدين للمسلم ولي يدرس الدين للمسيحي يبقوا أسدزا متخصصين في هذه العقيدة لازم كذا الحال التربية الوطنية على كل إن أنا مش عايزة أطول عليكم قوي يعني بس خلونا الأول نشوف تقرير على امتحانات السنوية العامة النهاردة وأتمنى أتمنى أتمنى إن ولادنا يبقوا هاديين خالص ومركزين جدا وهم بيمتحنوا الامتحانات الجاية قولوا إن شاء الله